اشتركوا في القناة وثبت الأقدام إلا قينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبيين اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنه خبير بما تفعلون أيها الإخوة الكرام ما عرف التاريخ أمة ولا كتابا يدعو إلى الإتقان مثل ما دعا إليه الإسلام ولكن مما يؤسف له انظروا إلى ما وصلنا إليه من ضعف وهوان مرد ذلك أن الأمة فقدت الإتقان في أكثر مناحي الحياة سواء الدينية أو الدنيوية أو الأخروية أصبحت منتجاتنا أقل جودة ورجعنا إلى الوراء كنا في الأمام لما كنا متمسكين بديننا وأمسينا نتهافة على منتجات غيرنا لعلمنا أن بضاعتنا غير جيدة لذلك رأيت من المناسب في هذا اليوم أن نتحدث عن الإتقان ما هو الإتقان؟ وأنا أتكلم لكل مسلم لأن الإتقان نحتاجه عند المعلم ونحتاجه عند الحرفي والمهني وعند الطبيب وعند المهندس ونحتاج الإتقان في عباداتنا في صلاتنا في ركوعنا في سجودنا ما هو الإتقان؟ الإتقان هو أداء العمل دون خلل فيه والالتزام بمتطلبات ذاك العمل وأداؤه في الوقت المحدد من غير تأخير هناك مناح إن تأخرت دقيقة ربما لا ينفع نحتاجها في هذه الدقيقة وليس في الدقيقة التي تليها أيها الإخوة الكرام بدأت خطبتي بقول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء الله أتقن كل شيء سوف أسوق لأبناء هذا الجيل للشباب قصة هي قصة حقيقية ولكن من باب أن تتعرفوا وتعلموا أن الله أتقن كل شيء أب كبير يجلس بجانبه ابنه اليافع 14 15 في بستان تحت ظل نخلة يقول الولد لأبيه يا أبتي انظر الأرض فيها بالطيخ هو يجلس تحت ظل نخلة انظر إلى حجمها وهو جالس تحت ظل النخلة والنخلة طويلة في نخل 20 متر 15 متر قال يا أبتي سبحان الله لو كان هذا البطيخ موجود في أعلى النخلة لأنه يتناسب مع حجمها لماذا الله لم يجعله هناك وجعل في أعلى النخلة تمر صغير وهنا البطيخ إنما يوجد في الأرض وهذه قصة حقيقية قال له يا بني لم يعرف أن يجاوبه قال له الله أعلم والله حكيم بعد عشر دقائق تنزل تمرة من أعلى النخلة تمر مش رطب وتأتي بجانب عينيه فتؤلمه ينظر الوالد إلى ولده هل تألمت يا ولدي قال نعم قال الحمد لله أن كانت تمرة في أعلى النخلة ولو كانت بالطيخة ثمرت بالطيخ لكنت في الدار الآخرة صنع الله الذي أتقن كل شيء أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإتقان في كل شيء اتثالا لقول الله تعالى وأحسنوا أحسنوا من معناها أتقنوا يقول شداد بن أوس حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحت هذا اسمه إحسان سبحان الله كان في زمان أن الناس تذبح بيدها لأن ما الإنسان حتى نحن في عيد الأطحى بالنسبة للأطحية كل إنسان يكلف أهل الإختصاص لا البيوت تسمح ولا صار الناس يتعاطون بهذا الشأن ولكن هذا خطاب لمن يقوم بهذا الأمر إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرتها وعن عاصم ابن كليب عن أبيه قال شهدت مع أبي جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل وأفهم صحيح كان عمري تسع سنين ولكن كنت أفهم وأعي كل ما كان يحدث ورأيت بعيني ما فعل رسول الله قال فانتهى بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها أو فانتهي بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها أي لم يسووا اللحد قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا لحد هذا زبطو المزابط ركزو هلا نحن في العامية الشامية يقول لك هذا راكز كل شغله راكز بيحب الشغل الراكزي هذا دين هذا اسمه إتقان في الشرع اسمه إحسان سووا لحد هذا حتى ظن الناس أنه سنة فالتفت إليهم صلى الله عليه وسلم فقال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره ولكن الله يحب من العامل إذا عمل عملاً أن يحسن اشتغل شغلة منيحة اشتغل شغلة أكابرية اشتغل شغلة راكزية هل بالحرف الحرف التي تتعلق الدهان والحداد والطيان والنجار وإلى ما هنالك بإلك المعلمية بالأفلة أغلب الناس لا يتقنونها أغلب ولكن هل هناك؟ نعم هناك أناس يفعلونها إتقاناً ديناً سلوكاً أخلاقاً وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه أيها الإخوة الكرام أدخل إلى العبادات هذا يهمنا العبادات تهمنا والأعمال تهمنا العبادات نبدأ بالوضوء كلنا يتوضى وأينا يتقن الوضوء كل أولادنا يتوضؤون وأيهم يحسن الوضوء فوت بتوضى بخمسة عشر ثانية وضوء عبادة كما أن الصلاة عبادة والصوم عبادة الوضوء عبادة كانت المساجد القديمة يجلسون هكذا دائرة حول نافورة مياه ويجلس ويتهيى ويمضي ثلاث دقائق وهو يغوص في هذا الماء ويكررها ثلاثاً والحمد لله أن الماء من عند الله ليس فيه تقنين حتى لو كان هناك تقنين بشري فالمطر من عند الله والماء من عند الله عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا رسول الله في سفر سافرناه فأدركناه وقد أرهقتنا الصلاة يعني نريد أن ندرك صلاة العصر ونحن نتوضى بدنا صلنا لأرنفها ماء ولم يبقى إلا والعصر فيه توجيه إلهي حافظ على الصلاوات والصلاة الوسطى صلاة العصر علم الله أن العبد يتقاعس فيها فجاء فيها نص خاص صليها بوقتها لأن الإنسان يميل إلى الراحة قال فجعلنا أن نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاث هي كانت بسرعة يمكن بلغ الماء أو ما بلغ قال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار هون إتقان هي أمانة كما قلت في الأسبوع قبل الماضي وهنا إتقان إتقان الوضوء طيب الصلاة ورد فيها نص قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعرف الفقهاء وعرف الفقهاء الخشوع بأنه إتمام الركن كما أمر الله عز وجل ركوع والطمأنين فيه السجود والطمأنين فيه هل نؤديه بإتقان؟ الذي نؤديه بإتقان هو طعام الإفطار وطعام الغداء وما بينهما الإتقان يدخل إلى محل واسع في بلده أو في غير بلد قال لك هذا الفنجان من القهوة ممتاز يجعلك تشتهي القهوة سوف أشتري منه ستة وهؤنا ربة المنزل تتقن في بيتها في الجلسة التي تجلسها في الكنب الذي تجلس عليه أما العبادات فأنتم تعرفون أنا لست في بيوتكم ولكننا نسمع ما يجري في البيوت أيها الإخوة الكرام يقول سيدنا عمر إن الرجل لا يشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة قيل كيف يا أمير المؤمنين قال لا يتم ركوعها ولا سجودها لا يتم ركوعها ولا سجودها ويقول الإمام أحمد بن حنبل يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون هو عمي صلي بس بالحقيقة ما عمي صلي لا يفقه ليس للمرء من صلاة إلا مع عقل منها وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان سيدنا أحمد بن حنبل أتى في القرن الثاني الهجري نيحي لما أجع بالقرن الخامس عشر حتى لا يرى يني ما عليه الناس أيها الإخوة الكرام إذا كان الإتقان في الصلاة والإتقان في الوضوء والإتقان في الزكاة الزكاة يجب أن تنفق الزكاة أول شيء أن تكسب مالا حلالا مين أن تخرج مالا حلالا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الزكاة الإتقان في الزكاة أيها الإخوة الكرام أن ترشد إعطاء الزكاة ما لعرفان لم يمد يعطيها فتش عند أول زلمة بيعطيها هذا إذا أعطى ما تعطيها لمستحقها لطالب العلم الفقير ترعى يتيما أو مسكينا أو أرملة نحن نحتاج إلى ترشيد الزكاة وترشيد النفقة وترشيد الهدية كما نرشد أو نستعمل الكهرباء أنت استعمالك للكهرباء يعني بتقنن وهون مشتخنين تعطيها لمستحقيها أيضا الحج والصيام الحج أخوانا الكرام ورد فيه قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله تمام يسأل أخوانا الكرام اللي منروه معنا الحج نشرح لهم كل ركن وكل واجب وكل سنة هنا كان يقف النبي هنا عرفات وإذا صليت الظهر فيها مع العصر تم حجك ولكن لا تستطيع أن تنفره من عرفة إلا عند غروب الشمس إذا مررت بالمشعر الحرام أذكر الله في مزدلفة لقول الله تعالى واذكر الله عند المشعر الحرام هذا هو التمام تتقن كما نتقن ركوب السيارة وكما نتقن لباسنا الذي نلبسه وأما الصيام فالصيام هي عبادة الإخلاص نتقنها ما المهم أنه ما عدنا أكل ولا نشرب بدأ العين اطصوم والإذن اطصوم إذا أعد طول الانهار على الفيسبوك ويرى الحرام والعري فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه أما الأشياء العملية إثقان التعليم إلى المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية والجامعية والمراحل العليا تعليم في كل شيء أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان مثال يحتذى به في التعليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين بالمثل حتى يوصل الفكرة إلى الطفل الصغير سألوا أبناء الخمسين والستين أيها الإخوة الكرام العمره ستين سنة وخمسين سنة لو أنت فتت على الصف الأول وتخرجت من الجامعة في مرة بحياتك أخدر سخصوصي قلت لك لا يمكن مرة يعني لم يبقى يعني واحد على ألف تخرجوا وصاروا عظماء لماذا؟ لأنه من يعلم كان يطبقوا هذا المبدأ أولادنا الآن بالصف الأول بده ثلاث أسادزة بالصف الخامس بده آنستين وأربع أسادزة بالصف التاسع بده فريق كامل فريق لكل المواد أما في البكالوريا يعني ماذا نقول هل يعقل أنه للطالب لا يفقه أم المعلم لا يعطي حلق ضائعة بين الفريقين أيها الإخوة الكرام عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عم يعلم إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم شجرة ما يسقطه الوراء تبعا هي مثل المسلم حدثوني ما هي من المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي صار يحكم عن أسماء أنه المدينة صحراء ليس فيها إلا نوع من الشجر وصار يجيب أسماء قال ووقع في نفسي عبد الله هو صغير صغير السن كبير العقل أنها النخلة قال فاستحييت استحيى أن يقولها لأن هناك أبو بكر هناك عمر وهناك الصحابة الكبار لم يعرفوا ولم يعطوا نتيجة لرسول الله قال فقالوا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة قال عبد الله ابن عمر لما خرج فحدثت أبي بالذي وقع في نفسي قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا لماذا ما حكيت لأن الأب يفتخر بولده أيها الأخوة الكرام من أعلى درجات التعليم أن يقترن التعليم بالعمل كيف الآن الجامعات تقريبا يعني من خمس سنين وجر صار الإنسان أنه مثلا إذا كان مهندس أو ما شابه في السنة الثالثة قبل أن يتخرج يعني هناك بعض المواد وهذا ليس شيء معمم على كل الجامعات أنه ياخدو شيء عملي كيف الأطباء له هي موجودة عند الأطباء ولكن ليس بمستوى كبير يقول له السنة السادسة هي سنة تدريب في المشافي العلم يجب أن يقترن بالعمل حدثني أخ يدرس لا أريد أن أذكر البلد ولكن في أوروبا سنة ثانية هندسة كيف لون الدراسة قال لي والله بعثوني إلى بلد ثاني بلد ثاني قال لي لأنه صار الدوام بيتعاقدوا مع معامل شركة سيمينس شركة أديداس أنه يجب أن تداوم ها هناك لأنه أنت لما بدأت تطلع من السنة الرامعة تطلع إنسان متعلم اجتمعت مع أخ خريش كليت الطب مع احترامي أقول مع احترامي لكل الأطباء و لكل الصياد و لكل المهن بس نحن نحكي على المنبر حتى نعلم الناس فأنا أعرف هو أنه تخرج من كليت الطب ناله ممكن تدقه أبري للأخ هنا يعني اللي حرارته عالي اللي والله ما بعرف أبري ثلاث ست سنين دراسة لا تعرف شيء غريب شيء غريب في الوجه الثاني تجتمع مع أخ خريش أدب عربي أدب عربي تدخل إلى الناحية العملية في الإعراب أو كتابة المواضيع لا يدقينها لا يجيدها تقول له كتوب نص بس هيك عشر تسطر لا يجب تكون يعني أنت قوي الحجة اللي والله ما تعلمنا غير اللي تعلمنا في الجامعة وتجد ما شابه ذلك في الاختصاصات يجب على الكليات بالذات نحن نتذكر أبناء جيلنا يعني لما كنا في أول الثمانينيات حتى في آخر السبعينات حصة العلوم يذكرون الآباء والأجداد أنه يجيبوا هيك مثل علبة ونزرع يعني إما بزرد مشمش وكيف تنبت وهكذا يعني يصير الشيء النظري ينطبق على العمل ما أجود صدقوني كنت في الصف السابع وكان عندنا مادة اسمها مادة الخطابة في المعهد الشرعي ونتعلم العلم الشرعي آخر الامتحان بالصف السابع عشان أطلع الثامن فكيف يكون الامتحان أن تخطب خطبة جمعة هي بالصف السابع بس خطبة جمعة ليس في مسجد على مصلين لا تصعد المنبر ولكن في أيام الأسبوع وأذكر أن كان الموضوع عن بر الوالدين ورحم الله الأستاذ مروان شيخ هو كان أستاذ المادة أستاذ مادة الخطابة هو كان خطيب دمشق لك تطلع تلقي الخطبة على الغيب إذا كان الإنسان بالصف السابع يلقي خطبة هذا أكيد بعد ثلاث سنين أو أرمع سنين أو خمس سنوات من التدريب سوف يقف بين الناس خطيبة أما شيء نظري طلب مني لما تخرجت في أحد المعاهد الشرعية في دمشق أن أدرس مادة القرآن الكريم أحكيكم عن الإتقان شيء عملي اكتشفت أن أسلوب تدريس هذه المادة هو أن هناك جزئين من القرآن الكريم يحفظهم الطالب ويختبر بهما كتابيا يعني بيجيب الفحص أكبل من قول الله تعالى رب المشرقين والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبا ذهبت إلى المدير بتقول له هذا الطالب بصف البكالوريا هو بدي أخذ شهادة شرعية قال لي صحيح بتقول له هذا لما بدي يصلي بالناس بدوا يكتبهم كتابة ولا بدوا يتلوهم تلاوة قال لي يتلوهم تلاوة قال له طيب يعني هو يعبر عن نفسه بالكتابة ولا يعبر عن نفسه بالتلاوة والله والله يتلوهم 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 إذا أردت أن أتابع معك في السنة القادمة يجب أن نطور هذا المفهوم نريد اتقان وهذا ما كان لأنه هذا بكرة يمكن يسافر مع أهله على بريطانيا أو على أوروبا يقول له أنا معي بكالوريا شرعية يعني هذا لازم يحطوا شيخ وأستاذ فيجب عليه أن يجمع بين العلم والعمل اسمعوا عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشرة العشر آيات فلا يجاوزها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل قال فيعلمنا القرآن والعمل جميعا أيها الإخوة الكرام وما أجملنا أن نتقن العلوم الدنيوية كلهم في حرفته المهندس كم نسمع الآن إلى الآن 2023 نحن بأولها و2022 بناء سلتت من فوق لتحت لماذا معقول لأنه زلزال يعني صار في المنطقة لم تسقط إلا هذه ولا هناك إنسان في مهندس مدني في مهندس معماري في مهندس إنشائي قصر أحدهم هناك خلل خلل في اختيار المواد خلل أياً كان إنه لم يحسن أحسنوا أيها الإخوة الكرام الكهربجي أحسن جم له شريط بل كي هذا بل كي يجد الدنيا على شتوية يعني وصخل بل ما يصير حريق في بيته تقي الله فيه تقي الله فيه جم له هيك وقول له هجب لك أنا الأجود الله الأجود الأجود وأنا أجود بني البشر صلى الله عليه وسلم وأجود الناس بعدي رجل تعلم علما فعلمه يحشر يوم القيامة أمة وحدة كونوا مثل الله تكسبوا الصفات الربانية وتكون إنسان رباني كن أجودا بعملك الحداد نجار لكن الخضرجي جم له الشغلة الضريفة من الطيبات حتى أنتوا كلوا من الطيبات أيها الإخوة الأكارم ما أجمن أن نتقن هل أبي إلك هذا زلم أكابر لي وشغلته راكزي فكروا أنه هذا من سأف المجتمع العالي هذا إنسان مسلم 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 لما نكون نحن متقنين في بيوتنا أنا أوجه النداء الآن إلى الأمهات في البيوت إلى الفتيات أحسن الإتقان في بيوت كن للضياف الراكزي لكن الأكلة التي قدم للزوج وللأولاد هيك صحن الظريف عيامك فنجان أهوة الدم منه هيك إطعت بوتيفور سبحان الله هذا اسمه إحسان والله أيها الأخوة الكرام بالإحسان نلتقط قلوب من حولنا ونفعل حب الأخوة وحب الزوج للزوجة وحب الأبي لأولاده وهذا دين أنا بقول لهم الدين حضارة الدين رقي الدين تقدم إن كنا في ديننا فلن يسبقنا أحد لا غرب ولا حضارة ولا ولا تقدم أسأل الله عز وجل أن يخلقنا بهذا الخلق صنع الله الذي أتقن كل شيء هذا الله وإنت التاجر أتقنت كل شيء البنس هذا الذي يعمل عمل عشوائي هذا لسه يريد أن يشغل حتى في الصف اللي من صف هلا للصلاة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله حتى في الجهاد صفا كأنهم بنيان مرصوص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر